أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي تليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في دوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف جاء ذلك خلال استقبال رئيس سيسي مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التوترات بمنطقة شرق المتوسط إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف صد النهضة وكذلك الأزمة في ليبيا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة وكذلك السفير جونسان كوهان السفير الأمريكي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس جو بايدن مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف من جانبه نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي معربان عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وعلاقات وثيقة ومؤكدا حرص الولايات المتحدة على تنصيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة لسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية مسمنا في هذا الإطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميا الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلاة كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان فضلا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة وكذا الأزمة في ليبيا